اللي كان المفترض تكون البيجست نايت لعالم التلفزيون والفيلم تحولت لليلة أقل من عادية في هاليوود فحفل الجولدين جلوبز السنة تم من دون برس ولا ريد كاربت ولا مذيع يقدم الحفل ولا جمهور يحضروا ولا حتى تلفزيون يبث هالليلة ولا حتى السنجل سيليبرتي يحضر الحفل ويوزع الجوائز فإشي كتير كتير غريب اللي صار طيب ليش يا دانا شو اللي صاير يعني السباب هو تجاهل دي ستارز والمخرجين وشركات الانتاج لحفل توزيع جوائز الجولدين جلوبز السنة بعد انتقادات صارت في العام الماضي بأنه رابطة هاليوود للصحافة الأجنبية المسؤولة عن تنظيم الحفل تعمل وفق سياسات أخلاقية مشكوك فيها بالإضافة لعدم وجود أعضاء من دوي البشر السمراء واتهامهم بالعنصرية بس تيل بالرغم من هذا كله ومقاطعة هاليوود إلا أنهم أرروا أن دي شو مسكوان وأقاموا الحفلة بدورتها التسعة وسبعين خلف الأبواب المغلقة وأعلنوا عن الفائزين وقائمة الجوائز موجودة على موقعهم الرسمي يعني صراحة يا دانا شكلها ولا كإنها حفلة توزيع ولا كإنها بارتي طيب خلينا نروح معك يا دانا ونعرف من الفائزين يعني البيجست تونيرز بهاي الليلة هم فيلمين The Power of the Dog ووست ساي ستوري اللي حصدوا أكبر عدد من الجوائز كمان كانت سكسسفول نايت لمسلسل سكسشن اللي فازوا بتلت جوائز وفاز ويل سميث لأول مرة بالغولدن جلوب عن دوره في فيلم كينغ ريتشارد كأفضل ممثل ونيكول كيدمن فازت كمان بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في بيينغ دريكاردوز وفاز الممثل الكوري الجنوبي أو يونغ سو بجائزة جوالدن جلوب لأفضل ممثل مساعد عن دوره في مسلسل سكويد جيم لا يصبح بذلك أول ممثل كوري يفوز بجائزة جوالدن جلوب في فئة التمثيل السؤال المهم هلأ يا داما هل من الممكن أنه يرجع الوضع مثل ما كان من قبل؟ بالنسبة للجوالدن جلوب الصراحة لهلأ الموضوع مش مبين شو رح يصير كتير من النقاط بتوقعوا أنه ممكن يتوقعوا في صدمة كبيرة ما حدا كما توقع يصير فيهم هيك وبنفس الوقت فيه نقاط بيقولوا أنه ممكن إذا بيصير فيه تغييرات بين صفوف القائمين على الحفل وبيغيروا وبيعدلوا ممكن أنه هوليوود تغير رأيها ويصير الأمور مختلفة سنة جاية إن شاء الله استرجعنا كما كانت سنة جاية طبعا